أولاة قطار شيخ تميم بن حمد الثاني في كلمته أمام دورة الثامنة والسبعين لجمعية العامة لأمم المتحدة أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسيرة عصف الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن الاحتلال يتخذ شكل نظام الفصل العنصري في القرن الواحد والعشرين فلا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسيرة عصف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادلا وفق مبادئ الشرعية الدولية ولا يغيب عنكم أن تقاعس المنظمة الدولية عن اتخاذ إجراءات ضد الاحتلال أتاح ويتيح الفرصة لإسرائيل لكي تقوض أسس حل الدولتين بالتوسع والاستيطان حتى أصبح الاحتلال يتخذ شكلا نظام فصل عنصري في وضح نهار القرن الواحد والعشرين وأضاف أمير دولة قطر في كلمته أنه لا يجب نسيان ظلم الواقع على شعوب العالم التي تشغلها مآسي الحاضر دعيا إلى أنه من واجب الجميع أن يعملوا على رفع الظلم علينا أن لا ننسى أن هناك شعوب حول العالم وبالأخص في منطقتنا تشغلها مآسي الحاضر وتعد الانشغال بالقضايا التي ذكرتها نوعا من الرفاهية ومن واجبنا إذا كنا نشكل حقا مجتمعا دوليا وليس مجرد كيانات مختلفة أن نعمل على رفع الظلم الواقع عليها على الأقل بموجب ما تقتضيه قرارات هذه الأهياء وما يقتضيه القانون الدولي